أهلاً وسهلاً بكم بهذا الفيديو الجديد وياكم رياض مجيد قبل أقل من سنة من انتقلت لهذا الستوديو الجديد أو هذه الغرفة المتواضعة اللي سويتها ANIBD بدأ المحتوى مالتي يتطور تصاعدياً شوية شوية قمت أحصل أكثر متابعين قمت أحصل أكثر مشاهدات وأيضاً قامت الشركات شوية تتواصل وياها لأن بديت أقدم محتوى أكثر احترافي وبجودة أفضل بكثير أكيد هذا الشيء ما يصير إلا باستخدام معدات احترافية ومثل ما شفته أنه بدلت الكاميرا الرسمية مالتي أو الأساسية الأي كام اللي دع صور بها حالياً وانتقلت إلى كاميرا من شركة سوني اللي هي FX30 وهذه الكاميرا تقدم جودة صورة رهيبة جداً جداً وفوكس جبار المعالج مالتها جداً قوي والسنسر مالتها جداً رهيب فمثل ما نشوف الفوكس مستحيل يعوفني طبعاً أنا دعا أشتغل أوتوفوكس حالياً ممانمو الفوكس يركز على عيني ومستحيل يعوفني رغم ما أكو أشياء مثلاً مثل ما نشوف نقدر نقدم التليفون إلا إذا أخفي عيني حالياً مثل ما نشوف يلا الفوكس يروح من عندي لازم يركز على عيني وإذا ضيع عيني يركز على وجفي فكاميرا رهيبة جداً وبصراحة جداً مستمتع بيها من يوم اللي أخذتها سعرها مو قليل لكن تستحق الشراء وكان عندي أيضاً الكاميرا 2 أو البي كام اللي كنت أصور بيها لقطات مثلاً من فوق أصور المنتج أصور بكاميرتين مثل ما دعا سوي حالياً دعا صور بكاميرتين كانت كاميرا أكثر متواضعة اللي هي السوني زد في اي 10 زد في اي 10 هي كاميرا جيدة لكن ما تطيني أفضل أداء تبقى فيلوغين كام يعني تصور يوميات هاي الأمور الأخرى مو ما نتصور بيها محتوى وتصنع بيها محتوى مثل اللي دعا شوفوه حالياً يعني مثلاً ما تصور لي 4K 10 bit تصور 4K 25 إطار بالثانية فقط حالياً هذه الكاميرا تصور 4K 25 50 100 120 إطار بالثانية هذا دعا نحتي بدقة 4K وكلها تنبت وتصور GCI E P3 وهوية أمور وهوية تقنيات بها هذه الكاميرا وفوق هذا إذا صورت بكاميرتين والكاميرتين تكون مختلفة مو نفس الفئة مو نفس السنسر مو نفس العدسة فملاح تطيني نفس الجودة بالكاميرتين حتى لو أشتغل على الألوان واشتغل على هاي الأمور الأخرى الجودة تبقى من الكاميرا الثانية مو نفس الكاميرا الأولى مهما كانت الكاميرتين لأن كل كاميرا لها معالج وإلها سنسر مختلف فكان لازم أبدلها هذه الكاميرا دعا نحتي عن ZV E10 فالحل الوحيد ألمو دعا حصل نفس الصورة من الكاميرتين كان لازم تكون الكاميرتين نفس الفئة نفس الكاميرا يكون بها نفس السنسر نفس المعالج نفس فتحة العدسة نفس الآيوزو نفس كل شي العدسات مو مهم تكون نفس العدسة لازم تكون من نفس الشركة سوني على سبيل المثال حاليا عندي كاميرتين FX30 ثنينات نفس الكاميرا فالكاميرا B صارت نفس الكاميرا A لكن بها عدستين مختلفة ما عندي مشكلة بالموضوع هنا عندي عدسة جدا راقية اللي هي بالكاميرا اللي بي كنت أصور بها دائما 1.4 فتحة العدسة مالتها لكن 15 مليمتر وهنانا عندي عدسة جدا واسعة وأستخدمها دائما هذه العدسة اللي هي 11 مليمتر كلش قريبة الكاميرا عليها طخيتها مثل ما نشوفون حاليا طخيت الكاميرا NPD فالكاميرا جدا قريبة هنانا لأ أبعد شوية لكن هذه فتحة العدسة مالتها 1.8 وهذه المشكلة تنحل بكل بساطة يا أما أجيب نفس العدسة هذه واشتغل على 2.15 مليمتر أو فتحة العدسة مال هذه الكاميرا بكما تكون 1.4 أسويها 1.8 وراح أحصل تقريبا نفس الجودة مع الصورة بالكاميرتين مثل ما نشوف حاليا أي نعم لو كانت العدسات نفس الشي وهذا الشي لح نطورها أيضا بالمستقبل لأن بهذه الفترة أنا طورت هواية أمور خصوصا العدسة هذه تعتبر غالية نوعا ما سعرها 800 دولار وبالوقت الحالي ما أدرس تثمر بعد بيها لأن صرفته هواية مثل ما نشوفون كاميرتين على مدى طلع نفس الفوتوج وهذه الكاميرا سعرها تقريبا 2000 دولار ومو هذا فقط ما طورت فقط بالكاميرات بالفترة الأخيرة أيضا قلت لازم أغير جودة الصوت اللي عندي نعم جودة الصوت ماتي القديمة اللي حاليا لح تسمعون الصوت مالتها كانت جيدة جدا وبدون أي مشاكل وما عندي مشكلة بيها لكن قلت أنتقل بجودة الصوت وجبت مايكرافون من شركة سنهايزر اللي هو الـ MKE600 هذا المايكرافون كل الناس تحكي بي اللي هو هذا حاليا تسمعون صوته حاليا فكل الناس تتكلم عنه وتقول واحد من أفضل المايكرافونات الشيتغان طبعا هذا مايكرافون كارديو المايكرافون هذا رهيب جدا ويطيق جودة صوت ممتازة المايكرافون هذا تقدر تستخدمه استخدامين يا أما XLR وتربطه مباشرة على XLR يا أما يجي بيه منفذ XLR على 3.5 مليمتر وأكيد أني مجاي بهذا المايكرافون على مدى استخدامه بهذه الطريقة وفق هذا كله إذا ركبتها مباشرة على الكاميرا وليس عن طريق الـ XLR لازم تركب بداخلها بطارية وهذه البطارية تطول لك لحد 8 ساعات ومرات تنساها مشتغلة ولازم تطفيها ومرات أيضا تنسا أنك مشغل المايكرافون وتقعد تصور وتلقى نفسك أنك لم تسجل صوت لكن أنا الطريقة اللي دا سجل بيها حاليا صوت ما أحتاج للمايكرافون بطارية لأن يحتاج فونتوم باور الفونتوم باور الـ XLR Multi أو جهاز لنقل الصوت بفونتوم باور يضطي طاقة للمايكرافون فبدون بطارية أطفي الزر وما شغله أبدا وما عندي أي مشكلة أن أطفي وشغل المايكرافون ولا أخلي لأي بطارية أكيد ماكو هوايا فرق من المايكرافون مالتي السوني الـ XLR القديم اللي كنت أستخدمه اللي يأتي ويا الباقيج مع الـ XLR اللي تشتري مع السوني اللي حاليا صار عندي 2 من عنده كل كاميرا ديشتغل عليها واحد اكواحد هنضل يتخلى على الكاميرا مباشرة اللي تقدر تشتري مباشرة ويا الـ FX30 XLR الكيت XLR يأتي ويا الكاميرا أكيد مبلغ الكاميرا رح يكون أغلب هوايا لأن سعره تقريبا 700 دولار لكن ما يأتي ويا مايكرافون والثاني القديم اللي كان عندي اللي يمركب حاليا على هذه الكاميرا يأتي ويا مايكرافون من شركة سوني اللي ده سمعون صوتها حاليا وسعره تقريبا 600 دولار مع المايكرافون هل ستسأني زين ليش ذاك بدون مايكرافون وأغلب شوية لأن ذاك هنضل يركب مباشرة على الكاميرا وتقدر تستخدم أو شيل الكاميرا مالتك عن طريق جهاز XLR هذا أو جهاز الصوت إذا نتكلم عن الميكسرين فنفس جودة الصوت نفس الإعدادات بدون أي مشاكل لكن الفرق بالمايكرافونات المايكرافون هذا اللي جبته أنا من سنهايزر الجودة مالتك أفضل بكثير أكيد ما لح تحس بالفرق اللي تخلي سماعه بإذنك حتى تشوف الفرق بين المايكرافونين حاليا أنا تسجل صوت من سنهايزر مباشرة على الكاميرا عن طريق Audio XLR مالسوني اللي يركب مباشرة على الكاميرا وهذا الشي يسوي sync مباشرة بالصوت بدون ما تعدل عليه أنت وأصلا ما لح تقدر تعدل على الصوت أو تسوي sync مباشرة من الكاميرا لأن بمجرد ما تركب XLR مباشرة الكاميرا ستلغي عندك إعدادات الصوت من الكاميرا فقط ستقدر تعدل على الصوت من XLR الراكب فوق الكاميرا هل كان عندي مشكلة قبل بالصوت أكيد لا لأن كان عندي عدة مايكرافونات وكل مايكرافون إلى استخدام إذا شوفون عندي عشرات المايكرافونات وكل مايكرافون إلى استخدام معين مثل ما انتبهتوا بالفيديوهات السابقة كل مرة كنت أجرب مايكرافون معين أو طريقة تسجيل صوت معين حتى نشوف شنية أفضل جودة صوت ممكنة ونستخدمها بالفيديوهات القادمة يعني عندي هواية مايكرافونات XLR عندي هواية مايكرافونات USB بلدني رقبا على الكمبيوتر مباشرة أو أيضا عندي مايكرافونات ويرليس من سوني أيضا مايكرافون ويرليس يركب مباشرة على الكاميرا نفس فكرة XLR اللي عندي فوق الكاميرا حاليا يركب مباشرة بالهوتشو وياخد صوت مباشرة من الكاميرا بدون أي سلك لذلك أنا أحب مايكرافونات سوني وأيضا عندي مايكرافون شود من سوني هذا مايكرافون يركب بنفس الطريقة هذا مايكرافون إذا تحب تصوي فلوغات خارج البيت مثلا إذا أطلع على كاميرات سوني بدون أي مشاكل وتقدر تعدل على الصوت كيف ما تريد مثلا من الخلف بي دايل إذا تريد الصوت يكون ستيريو مونو يكون من الخلف ومن الأمام أو مثلا يكون فقط كارديو من الأمام فكل بضغطة زر واحدة من المايكرافون يتعدل عليه لكن هذا ماستخدمت أبدا حاليا بالستوديو إذا أطلع خارج البيت أستخدمه والمايكرافونات الوايرلس أيضا إلها استخدامات خاصة مثلا أنا عندي فيديو بهوايا حركة أتحرك أجيب أسوي ستاب معين أتحرك مثلا أسوي تجميع فلازم يكون عندي مايكرافون ويرلس على مدى الصوت ما يتقطع من أتحرك يمين ويسار حاليا هسا أنا بهذا المايكرافون لازم أكون أمامه بالضبط إذا أروح يمين ويسار تشوف الجودة مع الصوت تقل مو نفس الجودة من أكون من الأمام فهذه التحديثات اللي سويتها بالقناة بهذه الفترة الأخيرة جبت كاميرا جديدة وجبت مايكرافون جديد طبعا ذني كل هنا على حسابي الشخصي لأنني أحب أستثمر بالقناة لأنني أعرف هذه القناة بالمستقبل إن شاء الله ستكون قناة جدا قوية وتجيب لي هوايا متابعين وهوايا أرباح هذا شيء أكيد جدا بما أن الشركات بدأت تتواصل وياها فأكيد لازم أحسن من جودة الصورة ماتي فكرة أني أصور بكاميرتين هذه فكرة جدا حلوة وجميلة كنت دائما أريد أسويها قبل نعم كنتم سويها لكن كاميرا منفس دقة هذه الكاميرا وكنت أستخدمها فقط من أسوي أمبوكسينج حاليا الكاميرا بهذه إذا أريد تركز على منتج معين مو علي فقط هذه الكاميرا تركز علي والكاميرا الثانية مثلا تركز على منتجات أردخلي منتج مثلا تفضلي هذا المنتج ركزي عليه تسوي فوكس على المنتج بدون ما تصورني آني فهذه أفكار كلش حلوة أحب أطبقها بالقناة أو بديت أطبقها بالفيديوهات السابقة إذا انتبهتوا وأريد أعرف آراءكم شين هي طبعا صرفته هوايا يا ريت تدعمونا صرفته هوايا هوايا مو قليل فإذا حبيت تدعمني كل ما عليك أنك تطيني لايك للفيديو وتشترك بالقناة إذا ما مشترك وتفعل زر الجرس وتعلقنا تعليق حلو وتطيني رأيك شون رأيكم بالأفكار الجديدة إذا متحمسين الهيش أفكار أكثر أنطبقها بالمستقبل يا ريت تكتبولي بالتعليقات أيضا وإلى هنا وصلنا النهاية الفيديو كان معكم رياض مجيد نشوفكم بالفيديوات القادمة في أمان الله